بسم الله الرحمن الرحيم اليوم بحول الله وتوفيقه لنا وقفة مع كيفية التعامل مع الامتحان الجهوي الموحد لامتحانات البكالوريا وذلك من خلال الوقوف على مهارتين أساسيتين أولاً مهارة معالجة الإشكالية بالنسبة لمهارة معالجة إشكالية الوضعية الإختبارية فعلى المترشح أن يقرأ الوضعية التقويمية قراءة متأنية ومتكررة كما ينبغي عليه أن يعيش أحداث الوضعية ويعتبر نفسه جزءاً منها وذلك حتى يتفاعل معها الشيء الذي سيعينه على معالجة الإشكالية المطروحة وفيما يخص المهارة الثانية وهي كيفية التعامل مع بقية الأسئلة ففيها يتعين على المترشح أن لا يشرع في الإجابة على الأسئلة إلا بعد قراءة جميع الأسئلة قراءة متأنية ومتكررة أكثر من مرة وتفصيل ذلك سنتطرق إليه من خلال ما يلي أولاً سؤال سياغة الإشكالية أو القضية أو المضمون للإجابة على هذا السؤال يشترط التركيز على الإشكال أو الإشكالات المتضمنة في الوضعية مع ضرورة مراعاة الوضوح والاختصار ثانياً سؤال تحديد المفاهيم وللإجابة عنه يفترض تحديد المفهوم الإصطلاحي للمفاهيم التي تم التنصيص عليها إما بوضع خط تحتها أو الإشارة إليها في السؤال بخط مضغوط ثالثاً سؤال استخرج أو استخلص يتعين على المترشح في هذا السؤال الإجابة من الوضعية التقويمية مع ضرورة الربط بالدرس عامة والمحور خاصة رابعاً سؤال إبداء الرأي أو الموقف هنا يجب أن يكون موقف المترشح مع موقف الإسلام قبولاً ورفضاً مع التعليل إن طلب ذلك وإن كان في أغلب الأحيان إبداء الموقف يكون مدعوماً بالتعليل الشخصي ومن بين الألفاظ التي يمكن أن يستعين بها المترشح لإبداء رأيه ما يلي أنا معاً أنا ضد موقف صائب وسديد موقف غير صائب وغير سليم موقف مقبول موقف مرفوض وغيرها من الألفاظ الدل على ذلك خامساً سؤال التعليل بالنسبة للتعليل قد يكون مطلقاً فيعلل المترشح بما شاء عقلاً أو نقلاً أو مقيداً فيعلل بنص شرعي أو آية من صورة يوسف بالنسبة للسنة أولى باكالوريا أو آية من صورة ياسين بالنسبة للباكالوريا الحرة وفي حالة كان النص الشرعي طويل أو يتضمن معاني متعددة فيستحسن أن يضع المترشح خط تحت محل الشاهد أو يشير إليه بلون مغير مع ضرورة تجنب اللون الأحمر سادساً سؤال القيم والأحكام وفيه إما أن يقدم نص ويطلب من المترشح استخراج القيمة أو تقدم القيمة فيطلب منه الاستدلال عليها بنص شرعي وفي بعض الأحيان قد يكون النص يتضمن أكثر من قيمة أو أكثر من حكم هنا يجب التركيز على القيم والأحكام التي لها علاقة بما درسه المترشح وبهذا نكون قد بلغنا نهاية هذا الفيديو فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة